موسيقى جولة جديدة من المفاوضات في مسقط بشأن ملف الأسرة والمحتجزين واشتراطة حوثية جديدة في اليوم العالمي للعمل البرلماني مليشيا حوثي تحول مجلس النواب إلى أداة لشرعانة قراراتها الاحتلال يرتكب ثلاث مجازر في غزة ويشن حملة مداهمة في الضفة ومقترح أمريكي بصياغة جديدة لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق صراح المفتجزين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدين وأهلا بكم إلى جولة جديدة في ملفاتنا الأخبارية نسأل خير فكري أهلا بكم عزيزينا المشاهدين جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة والمليشيا الحوثية بشأن الأسرة والمحتجزين تحت ضنها العاصمة العمانية مسقط لكن الحوثيين يحملون ملف الحجاج العالقين في السعودية لتغطية على احتجازهم لأربع طائرات في مطار صنعاء ومنعها بالنقل الحجاج العاصمة العمانية مسقط تحت ضن الوفدين الحكومي والحوثي لمناقشة ملف الأسرة والمعتقلين لكن مليشيا الحوثي تستغل مشكلة الحجاج العالقين في الأراضي المقدسة بسبب احتجازها أربع طائرات في مطار صنعاء لتحميل الطرف الآخر مسؤولية إعادتهم إلى اليمن ما قد يعقد جولة مسقط رغم الآمال العريضة التي علقت عليها لإحداث فراجة في ملف الأسرة والمحتجزين وغيرها من الملفات الإنسانية والاقتصادية الوفد الحوثي وقبل وصوله إلى العاصمة العمانية التقام الشاط المليشيات الذي طالبهم بمتابعة عودة بقية الحجاج اليمنيين العالقين بدون أي مبرر حد قوله مضيفا أن ذلك يقع على عاتق السلطات السعودية بموجب الاتفاقيات مع هيئة الطيران المدني السعودي ما عده مراقبون محاولة للتغطية على الجريمة الإرهابية باحتجاز أربع طائرات في مطار صنعاء ومنعها من العودة إلى السعودية لنقل الحجاج العالقين والمقدر أعددهم بنحو 1300 حاج مفاوضات مسقط التي تهدف إلى تنفيذ قرارات تهدئة التي أقرتها الأمم المتحدة كخطوة لبناء ثقة بين الأطراف المتصارعة قد تحاول الأطراف المحلية إنجاحها على وقع ضغوط الإقليمية والدولية والأزمات الاقتصادية التي قد تعصف بها وهذا يعد عاملا هاما في إنجاح ملف الأسرى والمعتقلين كونه ليس مثقلا بتعقيدات الملفات الأخرى العسكرية والسياسية والاقتصادية وغدا تنطلق جولة المفاوضات الجديدة قال رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين هادي هيج إن أي نقاش في ملف المحتجزين يجب أن يتركز أولا حول استكمال تنفيذ ملحقات واستحقاقات جولات التفاوض السابقة بما فيها إطلاق المشمول بقرار مجلس الأمن السياسي محمد قحطان أو معرفة مصيره والسماح بزيارته والتواصل مع أسرته الصورة التي نشرها عضو الوفد الحكومي ماجد فضائل برفقة فريق تفاوض المشترك لدول التحالف تحمل الكثير من رسائل التفاؤل حول إنجاز هذا الملف وليكتب له النجاح إلا من خلال الإفراج الكلي وفق قاعدة الكل مقابل الكل ما يضع الكرة في ملعب الميليشيات لإثبات حسن النوايا وتعزيز إجراءات الثقة وليس الدخول في مفاوضات بهدف الحصول على تنازلات كحال المفاوضات السابقة للمزيد انضموا لنا وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ أستاذ نبيل أهلا بك إذن في يومها الأول كيف تجري أجواء الجولة الجديدة لمفاوضات الأسرة في مسقط رجائة نسعد الله مساءكم ومساء السادة المشاهدين طبعا حتى الآن ما زال لي صعوب التكهن بما تسير به الأمور حتى الآن لأن أعرف أن اليوم الأول هو طرف كل طرف المالذي وبعد ذلك تبدأ المناقشات وفق ما هو بقرارها الشيء الهام في هذا العام في الجولة وهي الجولة التاسعة من المفاوضات في إطار ملف الأسرة والمختطفين أن الحكومة أعلنت بشكل واضح من بداية اللقاء في السنة التي ألقاها رئيس الوزر الممثل للحكومة أننا في الأصل كنا رافضين المجيء ولكن اتجابة للدعوة الإنسانية وأيضا انتثالا أخيرا لهذه الدعوات ومن أجل الأوضاع التي يعيشها المختطفين جاء هذا الوقت لهذه الجلسات لتحسى مفجأ إنهاء وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي في إطار ما تم الاتفاق عليه ابتداء من لقاة جينيف والكويت ينتهى بالسكول على أساس قاعدة الكل في مقابل الفل وفي مقدمة الجميع الأستاذ محمد قفان كم ستستمر هذه المفاوضات حسب الاتفاق؟ حتى الآن لم يحدد المدة الزمنية لا ستكون بالتأكيد في حدود يومين إلى ثلاثة أيام لأنه يجب أن يكون هناك ربوح منذ البداية أننا حددنا القصص التي نتحدث وفقها أيضا لم يعد لدينا القبول بالضغط الذي يقوم به المبعوث الأمني للقبول بالتجزئة في الحلول إما أن يكون المبعوث الأمني قادرا على إنهاء هذا الملف وفق كل الاكتفاقات السادقة أو في اعتقادنا على المبعوث الأمني أن يعلن فشله في هذا الأمر وبالتالي يجب أن يكون هناك سلول أخرى الجانب الآخر نحن نعتقد بشكل جازم أن المجتمع الدولي ما يزال لديه دور كبير للضغط على هذه الميليشيات من خلال اختخاذ فرارات رادعة لهذه الميليشيات في حال تهروبها أو تمنصها من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الفترات الماضية وأن تكون هناك عقوبات رادعة بالتالي يستطيع من خلالها أن نقول أن هناك دورا دوليا ضاغطا من أجل إنهاء هذه المأساة الإنسانية طيب مبدأ الكل مقابل الكل هل سيكون هو السائد في المفاوضات؟ أعطوا مبدأ الكل مقابل الكل هل هو المبدأ السائد في المفاوضات؟ هذا هو الأساس الأول للتعامل الأساس الثاني كما قلنا في المقدمة الأستاذ محمد أحطان الجانب الثالث الذي يجب أن يناقش الآن أن تتوقف الميليشيات أيضا من عمليات مواصلة العمليات الاختطاف التي تقوم بها ما بين الكل والآخر من غير المعقول أن نتحدث عن مبدأ الكل مقابل الكل وتفتمر دورات الاختطافات التي تقوم بها هذه الميليشيات يجب أن يكون هناك توقف عن هذا الجانب المبدأ الرابع في هذا الأساس أن هذا الملف هو ملف إنساني بامتياز وبالتالي لن نقبل أي محاولات افتزاز تقوم بها الميليشيات الحوثية لتسيط هذا الملف أو استخدامه كوراق الضرق في جوانب أخرى أستاذ نبيل هل الحوثين اشترطت جديدة في هذا الملف وهل سنشهد تنازل من الجانب الحكومي يا سيدتي الوفد الذي ذهب لتنسيل الحكومة هو وافد مختص بقضية واحدة وهو ملف الأسرى والمختصفين وبالتالي الحديث خارج هذا الملف هو مجرد هراء وهم يعلمون تماما أنه ليس من صلاحيات هذا الوفد الحديثي مثل هذه القضايا فأذي قضايا هناك لها من يمثل حكومة فيها طيب أستاذ نبيل كيف ترى الجهود السعودية والعمانية في تقريب وجهة النظر مقارنة بقدرة فعالية الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن نحن لدينا قناعة كبيرة بأن التحالف العربي والدول العربية بحكم الجوار وبحكم الدورة الأساسية هي صاحبة قدرة أساسية في هذا الملف لكننا نعتقد أيضا أن التكاتف ما بين التحالف العربي والمجتمع الدولي لإنفاذ قرار 22 فعلا وأيضا قرارات المصاوبات السابقة هو ما يجب أن يتم اليوم لنستطيع حلحة هذا الملف وغيره من الملفات وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ شكرا جزيلا لك كما ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل الشمسان أستاذ عادل مرحبا بك أهلا وسهلا فيكم إذن 14 تراطات طرحتها الحكومة وفق الأستاذ نبيل عبد الحفيظ هي الكل مقابل الكل الإفراج عن الأستاذ محمد قحطان وأيضا عدم استخدام المليشيا الحيوثية هذا الملف ابتزاز يعني للفريق المفاوض أو للفريق الدولي وأيضا عدم احتجاز أسرى أو معتقلين جدد برأيك هل ستلتزم المليشيا بهذه الاشتراطات؟ وفقا للتاريخ هذه المليشيا أعتقد وأجزم بل وأجزم أنها لن تفي بهذه الاشتراطات المليشيا هي تعيش على حالة الابتزاز المستمرة بالنسبة للشعب اليمني وهذا ماثر أسلافهم سابقا كانوا يختطفون أبناء من أبناء القبائل ويأخذهم رهين داخل قلاعهم للتأثير عليهم وابتزازهم ستستمر عملية الاعتقالات قبل الأربعة أيام تم اعتقال إحدى الموظفات في شركات الأدوية وأخذت متعلقاتها وهي متجزة الآن ولا أحد يعلم أين هي ستستمر حالة الاحتجاز والاعتقالات إذا لم يرضخ ويركع الآخرين لها لذلك هي لا تعتمد على فكر سياسي أو إداري معين بحيث تستطيع أن تكسب المواطنين نحن إذا تحدثنا عن مرحلة تفاهمات سياسية وتسويات سياسية قادمة هي تدرك تماما أن هذه العناصر التي في يدها إذا انتهت هي ستنتهي بالتأكيد السلاح وأيضا مسألة الاعتقالات وإرغام المواطنين للرضوخ إلى عنصر القوة فقط والابتزاز ودون ذلك هي ستستمر في عملية الاعتقالات وأيضا الشروع بالضغط على المجتمع اليمني والحكومة وأيضا الأطراف الدولية هل تتفق معاقله الأستاذ هادي الهيج عن أي نقاش لا بد أن يتضمن الاستحقاقات السابقة استحقاقات الجولات السابقة وملحقات الجولات السابقة بالتأكيد لأن هذا الملف أساسا ملف إنساني بحت وتم التنازل الكبير فيه مقابل مختطفين مدنيين مقابل أسرى حرب هذا أكبر تنازل تم تقنيهم مع ذلك كانت هناك مفاوضات وهذه المفاوضات سارت وفق مبادئ معينة هذه المبادئ إذا قفزت عليها وتركتها خلفك فأعتقد أن الملف سيكون فاشلا وأننا لن نتحرك إلى الأمام مطلقا يجب أن تسير على القواعد التابتة السابقة حتى ينتهي هذا الملف وبالتأكيد من الشيء التي لا تريد هل سينجح فعلا يعني الخروج من هذا الملف ويقفل هذا الملف تماما نأمل ذلك الكل يأمل ذلك لكن الحقيقة والواقع التي نستشفها من فكر وتصرفات والتصرفات والفكر التي تقوم عليه هذه الميليشيا أعتقد أننا لن ننتهي إلا بانتهاء هذه الميليشيا والحسم الفعلي الحقيقي الذي يخلص الشعب اليمني من هذا الشر وهذه الجماعة الإرهابية بشكل نهاي اختطاف موظفين أمميين قبل هذه الجولة ما الرسالة التي تريد الميليشيا إيصالها؟ كلها ضغط مع التحولات الآن والمطالب بنقل المنظمات الدولية إلى عدن قامت هذه الميليشيا بهذا الضغط وعملية الاختطافات والابتزاز المستمر سواء كان للحكومة الشعب اليمني أو أيضا المجتمع الدولي هذا الاسلوب الرخيص الذي تستخدمه الميليشيا عادة من عملية اختطافات وابتزازات للحصول على الأموال هي لا تريد أن تفقد الأموال التي كانت تتحصل عليها جراء الدعم الدولي فيما يستعلق في التمويل الغذائي وما إلى ذلك من هذه المنظمات عملية المصارفة تحدثت عنها قبل 2016 عملية المصارفة الكسب فقط من المصارفة لعمليات التحويلات المالية الدولية فيما يتعلق بمسألة الغذاء مبالغ كبيرة وهائلة كل ذلك حتى ما يتعلق بموضوع اليمنية وغيرها من الملفات الأخرى التي تقوم عليها كل ذلك فقط هي جني الأرباح جني الأموال كل ما سيطرت عليه يدها هي تجني فقط منه الأموال ولا تريد أن تفقدها وعندما تفقدها تتحول إلى كلب مسعور يستخدم أساليب شريسة ضد كل شيء ضد كل مصالح اليمنين اختطف طائرات ومنع الناس من العودة إلى بلادهم كل ذلك وأيضا هذا يؤثر بشكل كبير على إحدى مؤسسات الدولة ويؤثر بشكل كبير على احتياجات المواطنين بالتنقل والسفر للعلاق خصوصا نعلم أن الغالبية سافرون للعلاج وهذا كله هي لا تهتم هي فقط تريد الأموال تريد الابتزاد تريد حكم سيطرتها على كل الداخل والخارج من الأموال وهذا هو فقط الذي تريده ميليشيا الحرطي أما ما يتعلق باحتياجات المواطنين أو الفائدة التي ستعود على المواطنين هي لا تريد ذلك من ذهبوا إلى الحج من الميليشيا ومن قيادتها ومن أتباعها عادوا في هذه الرحلات وهي لا تهتم بالبقية المواطنين الآخرين الذين علقوا في داخل بل ووجه وابد حوثي بمطالبة السعودية بنقل العالقين في أي سياق يمكن أن يندرج ذلك؟ السياق ابتزازي بحت والسياق يعني لا نستطيع أن نقول شر البلية ما يضحك يعني تحتجز طائرات النقل الوطني وتطالب دولة بإعادة المواطنين وفق ماذا؟ وفق بيان هزيل ومضحك للغاية ما دعته ما يسمى بوزارة النقل في داخل صنعات أن تحتجز الطائرات وتطالب دولة أخرى بإعادة مواطنيك يعني من العاقل الذي يستمع إلى هكذا يعني أعمال سوى أن هذه الجماعة أصبحت مسعورة وتتصرف كالكلب المسعور والكلب المسعور هو الحل الوحيد له معروف تماما أستاذ هذا اللي بقى معنا إذا سمحت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وفي داعز وجهت رابطة أمهات المختطفين ومنظمة سامن الحقوق الحريات نداء عاجلا طلبت فيه بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المحادثات في مصقط بسلطنة عمال وطلب نداء بضرورة وضع ملف المحتجزين على رأس أولويات المفاوضات والإفراج الفوري للمختطفين نطالب بتأجيل أي قضايا قد تعيق إنهاء هذا الملف وندعو إلى الكشف عن مصير المختفين قصرا وعلى رأسهم السياسيين محمد قحطان ومصطفى المتوكل وجميع المخفيين في جميع السجون اليمنية لدى جميع الأطراف بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القصري التي تنص على الحق في معرفة الحقيقة بشأن مصير المختفين قصرا في هذه اللحظات الحاسمة نناشدكم أن تضع الإنسانية فوق كل اعتبار إن عذابات المحتجزين والمختطفين وأسرهم تستحق أن تكون في صدارة الأولويات إن هذا الملف ليس مجرد مساءلة سياسية بل هو قضية إنسانية تمس حياة الأفراد وكرامتهم ولذا ندعوكم إلى تأجيل أي قضايا قد تعيق إنهاء هذا الملف حتى نتمكن من منح هؤلاء المحتجزين وأسرهم الأمل في مستقبل أفضل كما ستتضمن مفاوضات مسقط بين الحكومة والميليشيا الحوثية عدد من الملفات أبرزها الملف الإنساني والاقتصادي وخفض التصعيد برعاية أممية وإقليمية تهدف إلى كسر الجمود الحاصل في الملف اليمني جولة مفاوضات جديدة بملفات ساخنة وشائكة ذاك ما يمكن أن توصف به جولة المفاوضات في العاصمة العمانية مسقط فالملف السياسي والاقتصادي وحتى التصعيد العسكري برا وبحرا كلها حاضرة على طاولة التفاوض إلى جوار الهدف الإنساني المعلن تبادل الأسرع تقول بعض المصادر إن الحوثيين يسعون إلى استغلال هذه الجولة من التفاوض لثني الحكومة اليمنية عن قراراتها الاقتصادية الأخيرة المتمثلة بقرارات العملة ونقل البنوك إضافة إلى قرارات جديدة تسعى الحكومة الشرعية لتطبيقها من ضمنها نقل الاتصالات وإتمام الإجراءات الخاصة بطيران اليمنية الإقليم حاضر وبقوة في هذه المفاوضات السعودية وسلطنة عمان تسعيان لإنجاز خطوات ملموسة وجد بعد أن تبين أن فتح طرقة تاعز والبيضاء كان برؤية وضغط سعودي عمانية الأمم المتحدة أيضا لا تسعى إلى تقريب وجهات نظر الأطراف فحسب بل تسعى إلى أطلاق سراح موظفيها المعتقلين لدى الحوثيين بالتزامن قالت الخارجية الأمريكية في بيان لها إن مبعوثها الخاص إلى اليمن تومثيل اندر كينغ توجه إلى المنطقة في زيارة تشمل الرياض أولا قبل أن يحط الرحالة في مسقط وأن الهدف هو بحث تصعيد الحوثيين المتمثل بحملة الاعتقالات الجماعية لموظفي المنظمات الدولية وبعض الموظفين اليمنيين في السفارات الأجنبية واستمرار الهجمات البحرية على سفن الشحن وانعكاسات ذلك التصعيد على جهود إحلال السلام حسب بيان الخارجية الأمريكية مؤكدة دعم الأولايات المتحدة بقوة لتحقيق سلام دائم وشامل في اليمن فهل تنجح هذه المفاوضات في تحقيق أهدافها؟ يقول مراقبون أن تحقيق هذه الأهداف غير ممكن لكن المفاوضات قد تسهم في اختراق بعض منها العودة إلى ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي نستر عادل شمسان نستر عادل مرحبا بك هل تنجح فعلا هذه المفاوضات في تحقيق أهدافها؟ وما الذي يمكن أن ينجز في الملف السياسي والاقتصادي؟ ما يتعلق بالمفاوضات الحالية في عمان هو ملف واحد فقط هو موضوع الأسراء بقية الملفات هي لديها الحكومة لديها لجان أخرى تتعلق في هذا الموضوع وهي ضمن إطار التسوية الكلية نالك حديث عن ملف الاقتصادي والسياسي أيضا؟ ملف الاقتصادي لن يدرك بشكل كامل مع مفاوضات الموضوع الأسراء الميليشي الحوتي تريد إدراكه ضمن هذا الإطار وهذا له إقراءات أخرى وقضايا مرتبطة في موضوع السيادة بالنسبة للحكومة فيما يتعلق في موضوع توحيد السياسة النقدية وهذا شيء مهم وقد أكتمعت الحكومة مع صندوق النقد الدولي وكان هناك تأكيد على أن تكون الحكومة ضابطة لهذا الموضوع لأن غسيل الأموال التي تقوم بميليشي الحوتي في مناطقها واستمرار وجود بعض البنوك التي تتعامل معها المنظمة الدولية وتعاملات دولية لا تقدم المعلومات الكافية بالنسبة لحركة الأموال التي لديها وبالتالي غسيل الأموال أصبح اليمن ربما محطة هامة بالنسبة لإيران وبقية المنظمات الإجرامية في تحريك هذه الأموال ودعم للجماعات الإرهابية خصوصا ما يتعلق بجماعة الحوتي وأيضا القاعدة التي الآن أصبحت مدعومة كليا من إيران ورئيس القاعدة وزعين تنظيم القاعدة متواجد في إيران وأيضا عملية التنسيق والترتيبات التي تقوم بها ميليشيا الحوتي مع القاعدة سواء في اليمن أو أيضا مع الصومال لفتح خط أو جبهة جديدة في التعامل مع قضايا الابتزازة والقرصنة التي تقوم بها ميليشيا الحوتي في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي هذا الملف الاقتصادي يترتب عليه إقراءات عديدة تم الاتفاق في بعضها في ستوكون وهو يتعلق من موضوع الإيرادات التي تصل إلى ميناء الحديدة ودفع رواتب الموظفين ميليشيا الحوتي لم تلتزم في ذلك في العام 2023 الإيرادات وصلت 3.400.000.000 ريال إلى جيب الحوتيين ناهيك عن أيضا الذي تتحصل عليه من رسوم خارجية مثل عبور الطائرات ورسوم أيضا الاتصالات وغيرها كل ذلك تريد ميليشيا الحوتي الاستمرار والحصول على هذه المقدرات أو الحصول على نسبة منه إذا ما هي تعلم وتدرك أن عملية النقل هي مهمة بالنسبة للشعب اليمني وأن تسيطر عليه الحكومة أن تحصل على قز وهو ليس قانوني من هذه الإيرادات وهو بكل الأحوال غير مقبول ولن يكون هناك قبول من قبل الحكومة بأن يستقطع أجزاء تذهب إلى جيب ميليشيا الحوتي ولا يعلم مسارها الإيرادات الحكومية هي تدخل من وزارة المالية إلى البنك المركزي ومن ثم تخرج في مصارف قانونية معتمدة تسير الحكومة ويعتمدها مجلس النواب دون ذلك أنا في اعتقادي أن الحديث عن جوانب اقتصادية وعملية النقل وإيقاف عملية النقل وكل ذلك لن يؤتي أكله في أي مفاوضات نعم الأستاذ عادل شمسان شكرا جزيلا لك بينما يحتفل العالم باليوم الدولي للعمل البرلماني باعتبار أن الزهار العمل البرلماني كفيل بتفعل نهج ديمقراطية وهو ما يتعارض مع فكر ميليشي الحوثي التي عملت على تجهير دور مجلس النواب لشرعنة قررتها إذا كانت الديمقراطية ستزهر فيجب أن تكون البرلمانات باعتبارها حجر الزاوية في الديمقراطيات الفاعلة قوية وشفافة وخاضعة للمساءلة وتمثيلية وهو ما تخشى ميليشيات الحوثي من تحقيقه على أرض الواقعة كونه يتعارض مع أجنداتها القائمة على الدعاء الأحقية بحكم اليمنيين وفق خرافة الولاية لذلك منذ اقتحامها للعاصمة صنعاء عملت على الانقلاب على الشرعية الدستورية بما أسمته الإعلان الدستوري الذي قضى بحل البرلمان في فبراير من العام 2015 وإدارة ما أسمتها اللجنة الثورية شؤون البلاد وما إن وجدت ميليشيا الحوثي نفسها تعيش عزلة سياسية بسبب انقلابها الدستوري أعادت إحياء البرلمان الذي عملت على حله ولجأت فيما بعد لشرعنة قراراتها الأحادية وفسادها الذي ينخر في مختلف المؤسسات التي أفرغتها من عملها وجيرتها لصالحها بل وجعلت منه آدات لتمرير مشاريعها العنصرية كالخمس ولنهب أموال ومدخرات اليمنيين كقانون منع التعاملات الريبوية وكذا مصادرت أموال وممتلكات المعارضين لها في 30 يونيو حزيران من كل عام تحتفي برلمانات العالم بالتاريخ الذي تأسس فيه الاتحاد البرلماني الدولي في عام 1889 أي قبل 135 عاما لكن ميليشيات الحوثي أعادت المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى العصور الوسطى بحكم ثيوقراطي لا يمت لديمقراطية بصلة كما أن النائب الذي يعد ممثلا للشعب لم يعد يحظى بأي حصانة وامتيازات تتيح له ممارسة عمله بحرية ودون قيود ويتعرضون للإقامة الجبرية وتهديدات بالتصفية في حال مناقشة الكثير من ملفات الفساد ويلعب الاتحاد البرلماني الدولي في البلدان الخارجة من الصراعات أو التي تمر بمرحلة انتقالية إلى الديمقراطية دورا حيويا في بناء مؤسسات برلمانية قوية وديمقراطية قادرة على توحيد المجتمعات المنقسمة ولعل هذه المهمة أحوج ما تكون إليها بلادنا بتوحيد الانقسام الحاصل في السلطة التشريعية بما ينعكس على الوصول إلى توافق سياسي يفضي إلى تكوين السلطات الدستورية بناء على صوت الشعب صاحب السلطة ومصدرها للحديث الضمرين عبر الهاتف عضو مجلس النواب علي مسعد اللهبي أستاذ علي أهلا بك إذن ما أبرز ما قامت به ميرشيا الحوثي لتجيير دور المجلس لصالحها شكرا جزيلا تطليفكم الضوء على وضع البرلمان اليمني والحقيقة أن وضع البلد تحت حقب حصابها ليس لها أي شرحية وتبارس ضغوفات لتسكير مشروعها الغير دستوري والغير قانوني في شتاء مجالات سواء كانت في البرلمان أو في المؤسس في الدولة الأخرى تحتبر البلد تحت وضع الحكم ميليشيا لا يسلها أي شرحية على الأطلاق طيب لماذا عودت الميليشيا الاستعانة بالبرلمان مع أنه تم حله في فبراير 2015 لأنه أول كانوا يفكرون أنه يكون أفضل لهم أنه يحلوا البرلمان بعدين فهموا أنه يسمى البرلمان يكون غطاء دستوري وشرحي لهم لكن احنا يدرى انكسف البرلمان الخارج مع بكان يعني الثلث بالداخل واصبع البرلمان الشرعي والذي بالخارج والمعترفته من قبل الاتحاد البرلمان العربي والاتحاد البرلمان الدولي طيب كعضو لمجلس النواب كيف يجري الأخذ باقتراحاتكم التي تصب في مصلحة الوطن والشعب من قبل ميليشيا الحوثي لا 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 احنا بالخارج احنا الآن انا بالكارج احنا الآن المجلس الحقيقي الشرعي الدستوري اللي متر الشرعي هو اللي بالخارج المجلس قبل ان يتم حل البرلمان لا لا خلاص ولا البرلمان رجع بعدين رجع خلاص كأن لم يكن الآن البرلمان الشرعي ولكن السباح الذي في الداخل يعني مغلوب على أمرهم لكن البرلمان اللي بالخارج هو البرلمان الشرعي واحنا نحضر اجتماعات اتحاد البرلمان العربي والدولي المجلس المعترفة دوليا البرلمان هو اللي بالخارج أيها المني بالداخل احنا ما نقول سنة مشورة لعبا شرعين هم منتقلين من الشعب لا شك لكن البرلمان اللي حسنوا عليهم أصبح عملهم خارج المؤسسة التوري يعني أصبحوا تحت سيطرة الميليشيا الحوثية ما أبرز القرارات التي تم تمريرها عبر البرلمان لتحقيق ما تريده الميليشيا من نهب ومصادر لأموال المواطنين طبعا طبعا هم أخذوها يعني بالذريعة ومن خلالها استولوا على منطلقاتنا كل نذيب الخارج بيوتنا وملازلنا وحبونا ووكادروها تسمى وهمية أننا في الخارج طبعا نحن في الخارج لأنه الملد تحكمها يعني ميليشيا ليس لها أي حق دستوري ولا قانوني وعلى كل حال هم نغلب على أمرهم نحن لا نستطيعهم زملائنا لكن لا نستطيع نلومهم أبدا لأنهم تحت الضغط نعم عضو مجلس النواب علي مسعد اللهبي شكرا جزيرة لك وفي غزة واصل اليو حرب الإبادة ضد المدنيين في غزة لليوم الثامن وستين بعد المائتين وقالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال ارتكب ثلاث مجازر في القطاع واصل منها للمستشفيات ثلاثة وأربعون شهيدا ومائة وأحد عشر مصابا وأضافت أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى سبعة وثلاثين ألفا وثمانمائة وسبعة وسبعين شهيدا وستة وثمانين ألفا وتسعمائة وتسعة وستين مصابا منذ سبع أكتوبر الماضي ذلك أكدت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من عشرة آلاف فلسطيني بحاجة إلى الإجلاء وتلقي رعاية الطبية خارج غزة وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي بمدينة جنيف السويسرية الناس ستة آلاف منهم يعانون صدمات وأكثر من ألفين يعانون أمراضا مزمنة مشيرا إلى أنه منذ إغلاق معبر رفح لم تتم أي عملية إجلاء طبي حتى الخميس الذي تم فيه إجلاء واحد وعشرين طفلا مصابا بالسرطان وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية قد احتلت الجانب الفلسطيني من معبر رفح قبل أن تحرقه وتدمره عاقب اشتياحها البري لرفح في مايو الماضي ومنذ العدوان الإسرائيلي على غزة لم تتوقف موجة النزوح للفرار من آلة الموت الإسرائيلية التي تلاحقهم المكان لآخر مستهدفة مخيماتهم ومنع الماء والأكل عنهم انفروا هؤلاء من نيران الاحتلال لم تمضي أيام قليلة من مكوثهم هنا ليرحلوا مرة أخرى نحو المجهول عشرات الوجوه المرهقة من عناء التنقل والنزوح والجوع في صورة ترسم وضع غزة وما تتعرض له من إبادة جماعية هذه العملية هي الأحدث ضمن سلسلة عمليات الإخلاء التي بدأت وإلى مايو وأجبرت معظم الفلسطينيين الذين لجوا إلى رفاح على المقادرة والفرار مجددا عالم متخاذل وقوانين كاذبة لم تستطع حماية هؤلاء النازحين من القتل والإسهداف بل قضت وما تزال تصرف النظر عنهم تاركة أيهم للقتل والتعذيب والاعتقال إلى ذلك أدخلت الولايات المتحدة الأمريكية تعديلات جديدة على المقترح الذي أعلنه بايدن في مايو الماضي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين في مايو الماضي أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مقترح يتضمن ثلاث مراحل لوقف وإنهاء الحرب في غزة والذي رفضته المقاومة نتيجة إصرار الاحتلال الإسرائيلي على البقاء في غزة ومواصلة عملياته العسكرية واليوم تقترح الولايات المتحدة الأمريكية صياغة جديدة على إجزاء من الاتفاق السابق لوقف إطلاق النار وتبادل إطلاق صراح الأسرى والمحتجزين والاحتلال يرفض التعديلات اللغة الجديدة التي قدمتها الولايات المتحدة تركز على المادة الثامنة وهي الفترة خلال المرحلة الأولى من الاقتراح حيث يتوقع أن يبدأ الاحتلال والمقاومة المزيد من المفاوضات بهدف تفعيل المرحلة الثانية والتي فيها سيتم تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإطلاق صراح جميع الرهائن المتبقين ثلاث مراحل تلك التي يتضمنها المقترح لوقف الحرب هي وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المناطق السكنية في غزة وإطلاق صراح الرهائن وعودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم إلا أن المرحلة الثانية من الصفقة كانت المتسببة بمصدر الخلاف في المفاوضات التي استمرت شهورا بين إسرائيل والمقاومة حيث دعت الأخيرة فيها إلى إنهاء الحرب بشكل دائم والانسحاب العسكري الإسرائيلي الكامل فيما يصر الرئيس وزراء الاحتلال على مواصلة الحرب في غزة على الجانب الآخر قالت المقاومة أن لا تغيير حقيقي في مفاوضات وقف الأعمال العدائية حتى الآن وأن ما يتردد باسم الإدارة الأمريكية يأتي في سياق الضغط على المقاومة لقبول الاقتراح الإسرائيلي دون أي تعديلات ينضب إلينا هنا في الستوديو الكاتب المحلل السياسي الفلسطيني دكتور مهر الصافي دكتور مرحبا بك ده واشنطن يدخل التعديلات الجديدة ما المراد بها؟ يعني أرى أن التعديلات كما جاء في تقريركم أنه ضغط على المقاومة الفلسطينية وعلى حركة حماس للقبول بالمقترح الذي قدم في شهر مايو من الشهر خمسة والذي ينص على المقترح التام تحديدا هو وقف اطلاق النار كان هناك خلاف وقف اطلاق النار مستمر أم مستدام إسرائيل لا تريد أن تخرج من غزة كما سمعنا وشاهدنا الكثير من التصرحات من قادة الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء نتانياهو على هذه المفاوضات وعلى هذا المقترح أنه لا جديد بالنسبة لنتانياهو وهو يتهم المقاومة حركة حماس أنها لا تقدم جديد وبالعكس منذ شهر مايو وحركة حماس قدمت المقترح وافقت عليه ووافق عليه آنذاك نتانياهو ولكن عاوض رفضه ما يحدث في واشنطن أو في الإضارة الأمريكية هو ضغط على المقاومة وحركة حماس وتأييد لما يحدث داخل قطاع غزة من عمليات ومجازل مستمرة العدوان لم يتوقف المجازل لم تتوقف التوغلات عاودت من جديد الشجاعية وعاودت مرة أخرى على المناطق التي تدعي إسرائيل أنها آمنة ومثال ذلك غرب رفح ومواصل رفح وخان يونس وما شاهدناه الساعات الماضية من عمليات توغل داخل المناطق التي يقال عنها آمنة وتم بالدبابات دعس أكثر من عشرات الشباب أو عشرات المسنين داخل خيامهم في منطقة الإقليم ومنطقة الشاكوش وغرب مدينة رفح أو في مواصل رفح ما يحدث من عمليات داخل قطاع غزة هو سياسة ممانهجة لماذا يصمت العالم أمام كل هذا الإجراء؟ لماذا يدير وجههم؟ يعني أنت أصرت سؤال يعني مسير جدا العالم كله صامت نسمع شاجب وإستنكار ولا نرى تحر ولا نرى نسمع إدخال المساعدات إدخال المساعدات لمن الشعب يقتل في الشجاعية داخلت الدبابات فجأة على البيوت على المناطق الآمنة وشرد من شرد وبقي من بقى وقتل ودعس بالدبابات من بقى هناك السيدة مسنة عمرها أكثر من 67 إلى 68 عام تم دعسها أمام أسرتها بالدبابات الإسرائيلية وما حدث في منطقة الأقليمي دعس بالدبابات الإسرائيلية مسن وشاب وهناك القضايا والعديد من العمليات الإجرامية التي قام بها الجنود داخل رفح وداخل خانيوز مسبقا وداخل الشجاعية بالأمس القريب فبالتالي ما يحدث حتى على سبيل المفاوضات أرى أن يجب أن يكون الضغط مباشر على حكومة إسرائيل يعني هل يحتاج مقترح بايدن لكل هذا الوقت وهل يحتاج لإضافة تعديلات لا المقترح يشرح نفسه هو واضح هناك مراحل تم الاتفاق عليه أولى وثانية وثالثة والأولى كان من المفترض أن يتم يعني فترة 45 يوم يتم فيها الإفراج عن عدد من الأسرة لدى المقاومة في المقابل الأسرة لدى المحتل الإسرائيلي ولكن ما يحدث حاليا على الأرض هو إطالة أمد الحرب حتى يكسب جولات وجولات نتنياهو لا يريد إخراج الأسرة بالمناسبة للإسرائيليين من داخل قطع غزة هو لا يريدهم ولا يقبل الضغوط الإسرائيلي ولا يقبل لا ضغوط جماهير الداخل الإسرائيلي والمظاهرات المستمرة في إسرائيل لا تعنيه هو الذي يعنيه هو بقاؤه على الحكم ومستقبله السياسي الذي يتعرض للتشكيك من قبل المعارضة داخل إسرائيل وداخل إسرائيل هناك انشقاق على نتنياهو لماذا فشل في غلاف غزة يعني تساؤلات كثيرة يطرحها الشارع الإسرائيل نتنياهو يرد عليهم بأنه مزيدا من الإجرام في قطاع غزة مزيدا من القتل والإجرام مزيدا من التدمير وهذا هو الفكر الذي يعني يغزي نتنياهو للجيش في أقتل أكبر قدر ممكن من الأطفال والنساء وأيضا تدمير المنشآت الصناعية والاقتصادية والمؤسسات والمدارس والمساجد والكنائس تدمير قطاع غزة حتى يفر هالي قطاع غزة من أراضيهم إلى المجهول ما يحدث هناك عائلات نزحت أكثر من 12 مرة من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال يعني هناك جحيم الأمراض منتشرة بين الأطفال الأوبئة انتشرت بشكل كسيف المجارب في العمليات التدمير والتخريب دخلت على المياه الصالحة على الشرب هناك أمراض منتشرة وبد كبد وبائي وغيره من الأمراض وسرطانات منتشرة وكما تحدث أن هناك 21 مريض تم نقلهم إلى مستشفيات خارج قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم فقط المصابين بالسلطان ولكن هناك عدة حالة عالقة ألاف هناك أمور يعني لا نستطيع أن نشرح عليها ولكن ما يحدث في قطاع غزة هو هولوكست هو تدمير ممنهج لكل شيء في قطاع غزة سواء بشر أو حجر طيب هذا المقترح يعني من بعد هذا المقترح كم ارتكبت إسرائيل من جرائم؟ مئات المجازر يعني حتى تصحيح لما قلت أبرزها ما حصل في النصيرات وما حصل في الشجاعية النصيرات أكثر من 400 شهيد وأكثر من 600 جريح هذا والشجاعية وأيضا ما حدث في رفح المجازر في الخيام حرقت الخيام على من فيها أطفال ونساء ورجال هناك الأعداد التي تتدولها الصحة هي أعداد مسبوطة بالأرقام ولكن ما لم يتم ذكره هو أكثر من 12 ألف شهيد لم يعرف لهم هوية سواء تحت الأرض أو فوق الأرض هناك العشرات بل الألاف بل الألاف من المعتقلين والمجهولين الذين لم يعرفوا أهلهم عنهم شيئا هذا في غزة فقط أما الضفة الغربية فحدثه لا حرج هناك إجرام في الضفة الغربية إعدامات مستمرة إقتحمات مستمرة تدمير للبنية ما يحدث هو مصغر لما يحدث في قطاع غزة ولكن الضفة الغربية على مدار السنوات الماضية هناك قتل هناك تدمير هناك اعتقالات يعني الوضع ساوي جدا في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعالم كما تحدثت ينظر علينا فقط دون إجراء على الأرض يعني حتى العالم أدار وجهه عن كل هذه الدراحة يعني لو تصحيني ما ذكرته على المجازل التي ارتكبت منذ أن اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقد الفيتو لمجلس الأمن بوقف اطلاق النار وهناك أكثر من 1500 مجزرة تمت فيه بسلاح أمريكي بسلاح أمريكي وإسرائيل وبايدن يدعو إلى دعم إسرائيل بالسلاح وبالقنابل وأنه لن يتوانى ولن يوقف هذا الدعم العسكري وغيرها من الدول أيضا بريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول التي تدعم المحتل الإسرائيلي دكتور ماهر الصافي شكرا جزيلا لك وفي الضفة الغربية اقتحمت قوة الاحتلال الإسرائيلي أحياء عدة في نابلس وشنت مدهمة لمناظر الفلسطينيين وذكر مرسلنا أن مواجهة اندلعت مع قوات الاحتلال خلال اقتحام قرية سراء غربي نابلس وألقى شبان زجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام القرية كما اقتحم الاحتلال قرية سلبيت جنوب نابلس وبلدة جيد شرق قلقلية ومدينة هطاء الجنوبي الضفة إلى ذلك أصيب مستوطن إسرائيلي بجراح جراء تعرض للضرب على أيض الشبان في موخية مقلندية شماري القدس المحتلة وتمكن الشبان من اللحاق بالمستوطن ورشق مركبته بالحجارة قبل إضرام النيران فيها وإحراقها إلى ذلك أجبر الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا على هدم منزله في بلدة طور شرقي القدس المحتلة وقال مراسلنا أن إن مقدسيا اضطر إلى هدم منزله ذاتيا بعد صدور قرار من محكمة الاحتلال بالهدم خلال يومين وذلك التجنب يدفع تكاليف الهدم في حالة بل في حال قامت تواقمها بذلك مستمرة الملفات وفيها بعد الفاصل طلاب التنوية العامة في المحافظات المحررة يؤدون الامتحانات في ظل استمرار انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة ترجمة نانسي قنقر وننقل لكم تفاصيل ما جرى نوافيكم بكل جديد من خط النار من الصفوف الأمامية بجبهة الفاخر نوجده في الميدان وننقله بمصداقية كامل ومهنية نواكب تطورات السياسية الاقتصادية نحقق السبقة والتمييز مهنية سقفها السماء نتواجد الآن بكاميرا اليمن اليوم عبر آخر نقطة يسمح الاحتلال الاسرائيلي بالوصول إليها بدأ نحو 90 ألف طالب وطالبان امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في المحافظات المحررة في ظروف صعبة نتيجة خطاعات تيار الكهربائي لساعات ودرجات حرارة مرتفعة توقف الظروف السيئة عائقا أمام طلاب الثانوية في المناطق المحررة منها ارتفاع درجات الحرارة تصل إلى 45 درجة الطلاب هنا لا يتوقفون للتفكير لحل الامتحانات بل يستخدمون دفاتر الامتحانات لجلب الهواء البارد عوضا عن المراوح تثير الامتحانات بصورة طبيعية وإن شاء الله تعالى نوفر لهم وسائل الراحة ونوفر لهم أيضا المياه من يوم غد اليوم كان ذيهم مياه وغد إلى نهاية الامتحانات إن شاء الله مياه وغيرها ونحاول إن شاء الله أيضا الكهرباء أن يتم تركب مولد الكهرباء وحدها تعكر أجواء الامتحانات الأمر الذي يؤدي لانشغاله بالتقصي وعدم التفكير في أجواء الامتحانات هي التي تحدد مستقبلهم الذي بدأ على ما يبدو بانقطاع التيار الكهربائي التنوية العامة لعام 2023-2024 في محافظة الحديدة بأجواء ممتازة وهاجئة والحمد لله لو في عمل واستقرار ينقصهم الكهرباء فقط حيث أن المنطقة حارة ويحتاجون إلى وجود الكهرباء فقط المجلس المحلي اطلع على سير العملية التعليمية لكنه لم يطلع على الظروف الصعبة التي واجوها الطلاب والازعام في القاعات غير المهيئة للامتحانات بدأنا اليوم دشنا العمال اليوم بأول مادة وهي مادة القرآن الكريم والعملية التعليمية أو العملية الامتحانات تسير بهدوء وبسلاسة وبنظام يعني ما فيش أي مشكلة الحمد لله إلا فقط طبعاً الكهرباء الطلاب يعني اشتكوا شوية من الحرارة نحن اليوم نجشن هذه الاختبارات من مدرسة الشهيد الحقري لعدد 154 مركز اختباري في عموم المجيريات المحافظة جميعاً يتوجهون إلى قاعات الاختبار مع إشراقة صباح هذا اليوم وسط إقراءات صحية وإدارية وأمنية وكل الترتيبات ماشية على قدم المساق والأمور مستقرة تماماً وإلا الآن غرف عمليات الصحة وغرف عمليات الأمن والقانب الإداري في إدارة النظم المعلومات المكتب التربية الجميع على أهبة الاستعداد لتلقي أي معلومات أو معالجة أي اختلالات قد تحصل ويخوض الطلاب في القسم العلمي والأدبي امتحانات هي الأصعب بسبب الحرب والظروف للمعلمين التي تعيق العملية التعليمية لأسباب انقطاع المرتبات وتدمير المدارس وتفجيرها من قبل العصابة الحوثية يشهد القطاع السمكي تدهوراً بالنظر إلى الدور المعاول عليه الأمر الذي أدل تناقص واختفاء أصناف عديدة من الأسماك في مختلف السواحل اليمنية الثروة البحرية في البلاد تدهور وتراجع في الناتج المحلي بين الأسماك وصل إلى 65% هكذا تبرز الصورة سوداء في القطاع السمكي الذي يعاول عليه مئات الآلاف من اليمنيين والذي يمثل مصدر رزق لكثير من الأسر عوامل عدة تظهر من خلالها معاناة الصيادين كأن خفاض أعداد الأسماك المتوفرة واختفائها بسبب الصيد الجائر تلك الموضلة التي قال فيها الصيادون أنها أكبر المشاكل التي تهدد مصادر عيشهم بالإضافة إلى جملة من التحديات الأخرى مثل الوقود والأزمات المعيشية وارتفاع تكاليف أدوات الصيد فقد رصدت تقارير محلية اختفاء أكثر من 20 نوعا من الأسماك في المناطق اليمنية الساحلية الواقعة على البحر العربي وخالج عدن مثل حضر موت والمهرة وسقطرة لا ينتهي الأمر هنا فالتغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على سبل العيش المتاحة خصوصا في المناطق الساحلية التي تعصف بها المنخفضات والزوابع والعواصف البحرية في وقت تشهد فيه البلاد حالة اضطراب مناخي شديد خلف أضرارا واسعة في ممتلكات المواطنين خلال الفترة الماضية على الجانب الآخر تقول الشواهد أن الأحداث المتصاعدة في البحر الأحمر وارتفاع وطيرة عسكرة الممرات المائية الإقليمية منذ فترة ليست بقصيرة والساعة الأضرار وأصبحت تشكل قلقا بالغا على كافة المستويات خاصة على الثروة البحرية في البلاد خبراء اقتصاديون أكدوا أن التعدد في الأسباب والعوامل التي تهدد الثروة البحرية في اليمن تشكل بالمجمل ما يصفه بالكارثة على حجم الثروة المتوفرة على امتداد شريط ساحلي كبير يزيد عن ألفي كيلومتر كشفت مصادر مصرفية عن تواجه الكثير من رجال المال والأعمال والتجار إلى شراء العملات الأجنبية خصوصا الدولار والريال السعودية خوفا من تزايد الانهيار للعمل الوطنية والحفاظ على أموالهم ومدخرتهم وسط احتدام الحرب النقدية بين الحكومة ومن الشي الحوثي يلجأ ليمنيون صوب العملات الأجنبية خصوصا الدولار الأمريكي والريال السعودي الأكثر تداولا في اليمن لجوء اضطراري في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي وحالة التشضي والانقسام النقدي الذي انعكس بشكل سلبي على العملة الوطنية فمع امتداد الصراع الذي اقترب من عشر سنوات يبقى المواطن اليمني هو الضحية الرئيسية بين البنكين المركزيين في عدن وصنع سواء على مستوى الحوالات أو التعامل بطبعتين متناقضتين بين القديمة والجديدة وكلاهما أثر سلبا على أسعار السلع والخدمات البنك المركزي في عدن اتخذ قرارات جريئة حتى وإن كانت متأخرة في محاولة استعادة القرار الاقتصادي وصحب البصاد من تحت أقدام ميليشيا الحوثي التي كانت السبب الرئيس فيما آل إليها الوضع الاقتصادي المنهار في البلاد كما يسعى إلى تحسين سمعات القضاء المصر في اليمنية على الساحة الدولية وتخفيف العزلة التي يعاني منها تحت سيدرة الحوثين وبحسب اقتصادنا فإن القرار البنكي بتخلص من العملة القديمة التي تتحكم فيها الميليشيا بقيمتها تحت سعر صرف وهمية وإسرار على أن تكون الطبعة الجديدة هي السائدة على مستوى الوطن أحدث حالة من التخوف الشعبي خضوة دفعت رجال المال والأعمال والتجار إلى شراء العملة الأجنبية سواء بالطبعة القديمة أو الجديدة كلا بحسب قيمتها في عدن أو صنعاء خوفا من تزايد الهبوط في قيمة العملة الوطنية ما يثير تخوفا من وجود سوق سوداء للعملة الأجنبية والمضاربة بالريال اليمني مقابلها يأتي هذا في وقت كشفته مصادر مصرفية عن عمليات إرسال واسعة للعملة الأجنبية تقوم بها جهات عدة في المناطق المحررة إلى مناطق من الشرحوثي بهدف الحد من تأثير إجراءات البنك المركزي ضدها المصادر قالت أن تجار الخضار والفواكه والقاة والبضاع في مناطق الشرعية يقومون بشراء الدولار والسعودي لشراء البضاع من مناطق الحوثيين حيث يقومون بإرسال تلك العملات مع سيارات الأجرة والمسافرين خصوصا عقب إيقاف الحوالات المالية الداخلية والهروب من تكلفة الإرسال عبر شركات الصرافة المسرح لها ضمن الشبكة الموحدة التابعة للبنك المركزي وصلنا إلى هيئة ملفتنا الأخبارية لهذا المساء في أمان الله لقاءنا على خير في أمان الله اشتركوا في القناة